اشتركوا في القناة علاج بالعشاب العلاج بالمياه بكو دو سبيسياليتي لحقيقة ومن بعد جيتني الفكرة دو كريه ان سنتر انتي دولار انتي سترس اللي سميته قسر العافية في جندوبا البروجيه هذي اسسنسيالما حبينا العالجو الالم والتوتر بطريقة طبيعية بطريقة مختلفة من غير دويات فكرة البروجيه هذي بدأت تتخمر بشوية بشوية وعن طريق مركز اعمال جندوبا سمعت بالمبادرة متع سوق التنمية ومشاركت فيها وكانت سيليكسيون على عدة مراحل كفاما انكوتش اللي هو لهيبنا في جميع المراحل متع البروجيه هذي بعد النزون ستوني مع اللي بانك عاونونا كيفاش نقدموا اللي بانك كيفاش نعملوا البروجيه بتاعنا كيفاش نقدموا البروجيه في خمسة دقايق كيفاش نحضروا البزنس بلان كيفاش نقنعوا البانكياجي والحمد لله خذينا سوق التنمية عطاونا سبفنسيون ثلاثة واربعين ألف دينار بعد مدين الفلوس عملونا منتور المنتور هذي كمل تبعنا من التبعنا من التبعي من التبعي من التبعي البروجيه إلى آخرين الحقيقة الانيسياتيف متع سوق التنمية كانت طريب الانيسياتيف لأنه إذا يحب يعمل مشروع وينجم ينجح ولكن بالكوتشينج وبالمنتورينج راهو ينجح أكوسيور عدنا طوى ثلاثة شهور في جندوبة نخدم في ثمانية مواطن شغل فيهم دي تكنيسيين دي فيزيوتيرابيوت فيهم دي جيستيونير فيهم الإدارة اللي زنفورماتيسيين فيهم طبيب لقبال على السنتر هذي كبير برشا من تونس العاصمة يجيونا من الجنوب يجيونا أشقاء الزيرية وليبية وإن شاء الله عدنا برسبكتير مش نفتحوا أفاق على المارشيء أوروبيان بروجيه متاعنا الحمدول اللي هتوى إليه استابيليزيه عنده أمباكت كبير على الرجيون بحكم أنه الأشقاء الأخوين الزيرية كي يجيو دونك مش يجي عالج في نفس الوقت مش يمشي بيت فلوتين في نفس الوقت مش يخوه تحفى دونك النسيج الاقتصادي الكل تحرك بالبروجيه هذي نحب نعاود نأكد على كل ما عنده فكرة البروجيه راو أنا لقيت صعوبات كبيرة برشا ولقيت صعوبات من الرجيون ولقيت صعوبات من الإدارة دونك أنا نحب نقول اللي شد صحيح في البروجيه بتاعه راهو يوصل وينجح ويعمل البروجيه بتاعه